السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من طريق المجد حلقة الفتاة لا دي دي التاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو The White Tiger The White Tiger هو الفيلم رقم 3 على قد ما أنا فاكر في أجندة نتفلكس للأفلام السنادي واللي بدأت بفيلم Pieces of a Woman وكان فيلم جامد جدا وبعدين فيلم Outside the Wire وكان فيلم ملت جدا ودلوقتي بنوصل لفيلم The White Tiger وهو فيلم ينتمي في موسم الجوائز وموسم الجوائز السنادي ممتد لغاية 28 فبراير فاستنوا احتمالية أفلام تانية جامدة في اليومين الجايين فيلمنا بيركز على شخصية بالرام رجل الأعمال الهندي الشاب اللي في سنة 2010 بيسمع عن زيارة من رئيس وزراء الصين للهند ناوي فيها يقابل عدد من رواد الأعمال فبالرام بيكتب له رسالة عشان يتشرف بمقابلته وفي الرسالة دي بيحكي قصة حياته وازاي قدر يتمرد على حياة الخدم لغاية لما قدر يوصل لمكانته الحالية فيا ترى ايه اللي حصل فيلمنا يعتبر دراسة شخصية وتناول رحلة صعودها الدراسة بتاعتنا دراسة حادة جدا ومشحونة جدا لأنها بتدرس شخصية خدام وأنا هنا مقصودش أستخدم التعبير المؤذي لحاجة بقاليها مرادفات أخرى مقبولة دلوقتي لأن الدراسة بتاعتنا بتقص التفاصيل الشخصية في أسوأ أحوالها بكل ما يعنيه ذلك من فقر ومسكنة من انصحاق وهوان من خضوع وقبول لرحلة حياة كاملة نهايتها مستحيل تكون سعيدة وفي نفس الوقت يقين من إن مفيش مهرب وكل اللي في إيد الخدام هو إنه يستخدم الأدوات اللي تحت إيده عشان ينال رضا سيده متناسيا تماما اعتبارات زي سعادته الشخصية أو أي تطلعات ممكن تخطر على باله لأن ده زي ما الفيلم بيورينا ليه عواقب سيئة بل رام هو تكسيد لكل ده لأنه شخصية ذكية وعنده أدوات وحية الكتيرة ولكن كل اللي في حياته كان بيدفعه لتسخير ده لخدمة غيره على الرغم من إن ذكاؤه مخليه عارف إن فيه حاجة أفضل وإنه مؤهل فعلا إنه يتمتع بيها ولكن متطلبات طريق الرحلة للوصول لها يفوق قدرته على التحمل ومع ذلك زي ما قلنا الفيلم برضو بيقدم رحلة صعود ولكنها رحلة صعود بطيئة جدا وتكاد تكون غير تدريجية يعني اللي بيحصل هو عملية تحميل بطيئة لفترة طويلة من الزمن لغاية الوصول لنقطة الانكسار ودي النقطة للشخصية بتلاقي نفسها فيها قادرة على تحمل العواقب ودي نقطة الحقيقة فيها بتختلط مع الخيال وبطلنا فيها بيوصل للحافة ونقطة الوصول للحافة دي من أمتع النقط اللي بنحبها جدا في أفلام دراسة الشخصيات المعقدة دي حافة الجنون اللي شفناها في فيلم جوكر وحافة العنف اللي شفناها في فيلم تاكسي درايفر وأنا ما بقولش المقارنات دي على سبيل المبلغة جودة فيلم دوايت طايجر هي اللي بتؤهله للمقارنة دي وحافة بالرام في دوايت طايجر هي حافة التمرد ولو كان أرثر فليك استسلم للجنون وترافز بيكل استسلم لإمكانية الموت فبلرام يعيني بيستسلم لريادة الأعمال وده واحد من عديد المواضيع اللي فيلم دوايت طايجر بيتناولها الهرم الاجتماعي في بلد زي الهند سايكولوجية الخدام بمفرده ودينا ميكي التعامل الخدم مع بعض مقاليد الرأس مالية والانقلاب اللي شهادته في السنين اللي أحداث الفيلم بتدور فيها جميع الأوجه القبيحة للسياسة وده لإني موافق الفيلم تماما إن مفيش وجه للسياسة في الدنيا ممكن يكون حلو وطبعا دراما الشخصيات سواء شخصية بطلنا أو الشخصيات المسندة فيلمنا بيقدم دراما واقعية جدا وحقيقية جدا سهل جدا نصدق وجودها في كل المجتمعات اللي شبه الهند وهي ببساطة أغلب المجتمعات اللي في العالم رحلة في حياة سهل جدا تصدقها لدرجة إن تقسمها بيكون صعب ورغم إن فيلمنا بينتقل من مرحلة لمرحلة نقيضة تماما ولكن صعب جدا أقول إنه هو مقسوم مصين أو مقسوم أي تقسيمة تانية تجربة المشاهدة حسستني إن أنا بتفرج على كتلة واحدة مليانة انتقالات ولكنها انتقالات بطيئة وهنا يكمن سر عنصر التمييز الأول للفيلم في رأيه عنصر تمييز الفيلم الأول في رأيه هو أدارش جوراف اللي جسد دور بالرام واللي أعتقد إنه خلاص اخترته كبطلي في صراع الممثلين في موسم الجوائز لإن اللي قدمه ده بمنتهى البساطة أداء تمثيلي بطبيعة أنا ما شفتهاش قبل كده ما بقولش إنه الأفضل في التاريخ في تكسيد الشخصيات الممثلة وإن كان بكل تأكيد في العشر الأوائل بس الأهم من كده هو حكتين أولا إن شخصية بالرام نفسها ملهاش مثيل بطل رحلة الصعود اللي بيقعد القسم الأكبر من قصته مش عاوز يصعب عادة يا جماعة بطلنا في أي قصة ممثلة بيكون عنده جينات التمرد حتى لو بان إنه هو خاضع وحتى لو بان إنه هو قابل في اللحظات المنفردة اللي بيقضيها معانا بيصرحنا بإنه مش عاجبه ولكن بالرام في القصة دي مش كده بالرام قابل تماما إن رحلته من أولها لنهايتها حتفضل تحت خط الظل وده يقضنا لثانيا وهو إخلاص أدارش جوراف في نقل المشاعر دي لأن البساطة دي شخصية بطل صعب التعاطف معاها بل صعب تقبل وجودها في العالم من أساسه خصوصا كمان إنه في سبيل أهدافه المتوضعة بيرتكب خطايا وخطايا مش سهلة أو بسيطة إحنا بنتكلم عن خطايا ممكن تكرها أي مشاهد في أي شخصية بس مع بالرام ومع أدارش جوراف ده ما كانش سهل لأنك قابل تبريراته سواء اللي بيقولها أو اللي بيعبر عنها وقابل تصاعدها البطيء جدا ومدرك لوجود كافة ميزان عمالة تتقل ومتيقن من فلسفة السرد إن التحول حيحصل يعني حيحصل ومش قادر تصدق إن الشخصية دي بالتكسيد ده ممكن في يوم من الأيام فعلا تتحول مش عايز أكون بقلل من قيمة الأداءات المسندة لأنها فعلا كلها كويسة بس دور البطولة حاجة تانية ورغم إنه فيلم منظور وبيتحكي بالكامل من وجهة نظر بالرام يعني مقبول جدا إنه هو يحتكر الكاميرا في كل فرصة ممكنة ولكن أعتقد إن كاميرا المخرج حبته أكتر من كده شوية وتحيزت لتعبيرات وشه في مواقف كتير يمكن حاجات تانية كانت أحق أدارش جوراف باختصار قدم أكبر كارزمة في التاريخ لخدام منصحة واستفاد جدا من تحيز مخرج الفيلم رامن بهراني ليه وده تحيز مستحق يعني مش نوع من أنواع الكوسة ورامن بهراني أنا شخصيا شفت له قبل كده فيلم واحد وهو 99 Homes واللي خرجت منه وأنا بفكر في أني مش كتير بشوف مخرجين بالقصوة دي بالقدرة دي في التعامل مع المواقف المحرجة والمؤلمة رغم إنها على مستوى الشاشة ما فيهاش حاجة تدايق بس الأجواء اللي هو بيخلقها استثنائية بتخليك هين عليك تدور وشك لغاية لما الموقف اللي قدامك يعدي ولو في 99 Homes ده حصل مرتين أو ثلاثة ففي دواية طايجر ده تقريبا بيحصل طول الوقت مع ده قسم معين في منتصف الفيلم أعتقد إن الإقاع العام هبط فيه شوية والأولوية كانت نقل بعض الحكم وبعض الكوتس اللي حقيقي كانت كويسة جدا وأعتقد إن احنا ممكن نعيش معاها فترة بس حتى التحرك البطيء في رحلة بطلنا زي ما يكون كده خد استراحة كدراتنا جميلة جدا ومتنوعة جدا والرمزيات حضرة في كل فرصة ممكنة فأحيان كتير بمعاني مفهومة وفي بعض الأحيان بمعاني مش مفهومة قوي خصوصا في المرحلة اللي بطلنا فيها بيقف على الحافة اللي اتكلمنا عنها ده ممكن يكون قدى للأثر السلبي الوحيد اللي أنا اختبرته أثناء تجربة المشاهدة وهو الشعور إن بعض التسلسلات كانت أطول مما هي عليه فعلا يعني تسلسل خد على الشاشة بتاع 3-4 دقايق بس أنا حسيت إنه هو ربع ساعة The White Tiger فيلم حاد وجاد ومهم جدا بينتهج المدرسة المرحة الخفيفة في نقل تفاصيل عن شخصيات ومجتمعات قصية جدا لغاية لما بيشد فشت المرح وبيسيب المشاهد في حالة إحراج إحراج من إنه هو في مرحلة من المراحل كان بيدحك على اللي بيتفرج عليه الفيلم بيقدم لنا موهبة تمثيلية جبارة ومن المؤسف إنه أكون عارف إنه تصنيفه العرقي مش هيديله كل الفرص اللي هو يستحقها في المستقبل أقيمي لفيلم The White Tiger هو 9 من 10 ولو فضلنا ماشيين مع أجندة نتفلكس بطريقة فيلم أو فيلم لأ فأنا مرضي مناقشة الحلقة إيه هي الأفلام اللي جاية اللي إنتوا شايفين إنه إحنا المفروض ناخد بالنا منها فيما تبقى من موسم الجوائز ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس ألف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك وتويتروني مو بجو وبي باي